بعد فترة شد وجذب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس لم يجد ترامب مفرا سوى التوقيع على خطة تحفيز جديدة لإنعاش اقتصاد البلاد الذي تظرر بشكل كبير من جراء فيروس كورونا خطة التحفيز الاقتصادي التي أبصرت النور تبلغ نحو 900 مليار دولار وتشمل يعانات للأسر والشركات الصغيرة التي أجبرت على الإغلاق بسبب الوباء وتضمن خطة التحفيز الاقتصادي توزيع 600 دولار أمريكي للشخص الواحد وتشمل هذه المدفوعات معظم الأمريكيين ومن شأن الخطة المالية أيضا توسيع برنامج إقراض الشركات الصغيرة بحوالي 284 مليار دولار وستوجه الأموال للمدارس والشركات الطيران وأنظمة النقل وتوزيع اللقاحات كما تشمل الحزمة المالية 25 مليار دولار من مساعدات دفع الإيجار وتمديد وقف إخلاء المنازل الذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية هذا الشهر ويمثل هذا الشريان حياء لملايين الأمريكيين وكانت ترامب قد طالب برفع مبلغ الـ 600 دولار المنصوص عليه في مشروع القانون أكثر من ثلاثة أضعاف إلى نحو 2000 دولار معتبرا أن التشريع يتضمن الكثير من الإنفاق الزائد على البرامج غير المتصيلة بالمسألة وتعتبر المساعدة الجديدة للشركات المتعثرة والعاطلين عن العمل ضرورية لنعاش أكبر اقتصاد في العالم بينما تثير اللقاحات الجديدة الأمل في انتهاء الوباء قريبا معنا من بيروت الخبير في الشؤون الأمريكية سيد ماريو أبو زيد أهلا بك سيد أبو زيد معنا على سكا نيوز عربية أهلا بكم أهلا بكم سيد أبو زيد على غير عادته منذ خسر الانتخابات الأمريكية الرئيس ترامب أصبح يعني يأتي سريعا بعد هذه الضغوطات من قبل الكونغرس كيف ترى يعني مسألة توقيع الرئيس الأمريكي مسألة أيضا تحقيق هذا الهدف الذي رأاه المشارعون إغاثة للاقتصاد الأمريكي بداية استهلك الرئيس ترامب النافذة الزمنية بأكمالها قبل أن يوقع على هذا القانون ولكن الملفت في هذه المعركة التي حصلت داخل الكونغرس ما بين الجمهوريين والديمقراطيين بأن الجمهوريين كانوا ضد ما كان يقترحه الرئيس دونالد ترامب بما يتعلق بزيادة حزمة التحفيذ المالي للأفراد من 600 دولار إلى حوالي 2000 دولار الأمر الذي يدعمه الديمقراطيون بشكل كبير وكان ملفت أيضا كيف نوهت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بدعم الرئيس ترامب لهذه المبادرة في المقابل كان الجمهوريون أيضا خلال هذه المفاوضات التي أدت إلى استنفاذ كافة المهلة الزمنية من أجل إقرار هذا المشروع تتعلق بحزمة المساعدات الخارجية من ضمن هذا القانون وهذا مشروع القانون فالجمهوريون كانوا يسعون إلى عيادة النظر بكافة المساعدات الخارجية التي تقدمها الميزانية داخل هذا القانون ويجب أيضا أن نشير بأن هذه هي حزمة المساعدات الثانية التي يقرها مجلس النواب الأمريكي ويوقع عليها الرئيس دونالد ترامب فحزمة التحفيذ الأولى كانت تبلغ حوالي 2.2 تريليون دولار أما هذه الحزمة فهي تعد تراجعا الحزمة الأولى حيث لم يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون من الوصول إلى حل وسط يؤدي إلى زيادة الإنفاق وزيادة الدعم خاصة بما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والملفت أيضا بأن الرئيس دونالد ترامب ساهم في توقيع هذا المشروع بالرغم من عدم تواجده في البيت الأبيض وكان هناك استعجال في التوقيع على هذا القانون لأنه استنفذ كامل المهنة وهو كان سوف يظهر بمظهر سيء جدا أمام الأمريكيين خاصة مع عدم قدرة الحكومة الفدرالية على الإنفاق ابتداء من يوم الثلاثاء وبالتالي كان هناك مشروعين قانونيين أساسيين ويشكلان الشريان الحيوي خاصة للمؤسسات الحكومية فأيضا كان الرئيس دونالد ترامب قد وقع في الأمس مشروع قانون تمويل الحكومة الفدرالية في الفترة المتبقية من حكمه طيب بالطبع سيد ماريو نحن نتحدث عن قرابة تريليون دولار تم إقرارها ستذهب مساعدات لكثير من الشركات والأفراد ومشابه إلى أي مدى هذه الإيجابيات لن تأتي على الرئيس دونالد ترامب بالطبع هو كان لا يريد تحقيقها لأنها ستأتي لرئيس المنتخب جو بايدن كيف سيبدأ رئيس جو بايدن الشهر القادم ولايته الرئاسية مع كل هذه الإيجابية بالنسبة للمواطن الأمريكي بالتأكيد سوف يعتبر المجتمع الأمريكي بشكل عام بأن هذا الفوز ليس فوزا للرئيس دونالد ترامب بل هو فوز ديمقراطي صرف خاصة بعد الضغط الذي وضعه مجلس النواب بشقه الديمقراطي وتركيزه على هذه الحزمة وسعيه إلى توقيع مشروع هذا القانون من قبل الرئيس ومواجهة الجمهوريين وقد رأينا بأن الرئيس المنتخب جو بايدن كان قد استهلك هذا الموضوع بشكل كامل على المستوى الإعلامي بما يضمن له دخولا إلى البيت الأبيض هو إيجابي إلى حد كبير أمام الأمريكيين وهو مبني على حزمة مساعدات كبيرة يقدمها النظام الأمريكي من أجل دعم الأمريكيين أفرادا وأشخاصا ومؤسسات عما على صعيد آخر فرئيس المنتخب جو بايدن سوف يواجه بشكل أساسي موضوع كورونا وهنا سوف نرى بالفترة الأولى من استلامه لمقاليد الحكم كيف سيتعامل أكان سيتعامل بالشكل المطلوب وبالسرعة المطلوبة من أجل التأكيد على موضوع مواجهة كورونا خاصة بما يتعلق باللقاحات التي تم الموافقة عليها في الوقت الراهن فكل هذه الدعاية العمليا التي تحصل في الولايات المتحدة هي مخصصة في الوقت الراهن للرئيس المنتخب جو بايدن والحزب الديمقراطي يستفيد منها بشكل كبير بخلاف الجمهوريين الذين في الوقت الراهن هناك بعديد من القادة الجمهوريون والأعضاء بمجلس نواب الجمهوريون الذين هم على مواجهة مع الرئيس دونالد ترامب وقد رأيناها مؤخرا في المفاوضات التي حصلت من أجل إقرار مشروع قانون التحفيز المساعدات الاقتصادية شكرا لك من بيروت الخبير في الشؤون الأمريكية سيد ماريو أبو زيت شكرا جزيلا لك